السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع بحدثكم الدكتور محمد عبد العزيزان في الجزء رقم 11 من الفصل الأول سنتناول العوامل المختلفة التي تؤثر على الخاص المواد مثلا الكمبوزيشن التركيب الكيميائي البوندينج الروابط الزرية الكريستل استركشور التركيب البلوري والميكرو استركشور أي البنية المجهرية هذه العوامل الأربعة تؤدي بدورها وتؤثر بدورها على الخاصة بي المادة فمثلا عندما نرى الكمبوزيشن التركيب الكيميائي فأن التركيب الكيميائي معين يعطي كريستل استركشور خاص به والذي يؤدي بدوره إلى روابط زرية خاصة به تعتمد على الكمبوزيشن ويوجد علاقة ما بين الروابط الزرية كل مجموعة الروابط الزرية يمكن أن تؤدي إلى كريستل استركشور مختلف أما البوندينج مع الكريستل استركشور في عملية السينمو ميكانكال بروسس يؤدي أيضا مايكرو استركشور معتمد على الاثنين معا طيب كل هذه العوامل اللي احنا تناولناها دلوقتي أو اللي احنا سميناها دلوقتي تؤثر على الخاصة بالماتيريال زي إيه؟ أني خاص اللي هي الخاص الميكانيكية أو الخاص الماغناطيسية والكهربية أو الخاص الضوئية أو الخاص الحرارية كما سنتناولها في الشريحة القادمة ترجمة نانسي قنقر